كيف يمكن نقل الإلكترونات من مكان إلى آخر؟ إنه ليس بالأمر المعقد عند فرق جسمين سيتم نقل الإلكترونات من جسم إلى آخر حيث أن الحرارة المتولدة على الاحتكاك كافية لتحرير إلكترون التكافؤ وانتقاله من ذرة إلى أخرى على سبيل المثال عندما تنشي على السجادة تنتقل الإلكترونات من جسمك إلى السجادة ونتيجة لذلك يكون هناك غياب للإلكترونات في جسمك وتسعى الأجسام دائما إلى الحفاظ على حالة متعادلة كهربيا وبالتالي فإن جسمك يبحث عن الإلكترونات والسجادة عازل جيد لذلك لا يمكنك الحصول على إلكترونات منها ولكن عندما تلمس معدنا يكتسب جسمك إلكترونات من المعدن في هذا السيناريو ستشعر بصدمة كهربائية صغيرة في يدك لأن الإلكترونات التي تنتقل من المعدن إلى يدك تولد الكهرباء وهذه الكهرباء هي ما يعرف بالكهرباء الساكنة والتي تنتج عن تراكم الشحنات على جسمك خصوصا في الأجواء الجافة حيث لا توجد رطوبة كافية في الجو لتسريب الشحنات الساكنة من جسمك وبالتالي فإنك بمجرد لمس أي جسم موصل ستشعر بصدمة كهربائية صغيرة ترجمة نانسي قنقر